السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمنى تكونوا كاملاً بخير وعلى خير إن شاء الله سوف نبدأ تصحيح سلسلة التمارين نبدأ على بركة الله مع أول تمرين نقرأ التمرين لتكون ف دالة العددية للمتغيير الحقيقي المعرفة بما يلي ف دو إكس تساوي إكس ثلاثة ناقص واحد مقصوم على إكس ناقص واحد عندما يكون إكس يخالف واحد وف دو واحد تساوي ثلاثة سؤال بساط بيين أن الدالة ف متصلة في النقطة واحد يعني بكل بساطة بس نبينوها أنها متصلة سنحسب النهاية في واحد وخصنا القاهوة تساوي الصورة تساوي الليمتغيير الحقيقي نبدأ على بركة الله لدينا سنحسب النهاية لأفدو إكس عندما يقول إكس إلى واحد تساوي النهاية إكس كيقول الواحد طبيعي الحال التعبير ديت ذالة هو إكس الثلاثة ناقص واحد مقسم على إكس ناقص واحد طبيعي الحال سنعود إكس بواحد سنحصل على واحد أستلاثة واحد واحد ناقص واحد سافر واحد ناقص واحد سافر سافر على سافر شكل غير محدد كيف سنتخلصه من هذا الشكل غير محدد سنعمله المشكلة فينا هو إكس موا إكس ناقص واحد بكل بساطة سمعني مزيد سواء هذه ستبري أنها عبارة عن متطابقة هامة سواء ندير القسمة الإقليدية مثلا هنا إكس ثلاثة ناقص واحد هي طبيعي الحال إكس ثلاثة ناقص واحد يعني إكس ناقص واحد فهمنال عمل لي إكس أس waktu من الأجل زائد إكس في واحد يعني слишком دفعًا زائد إكس أس وتس الم explorات س maint�� المختص أرitt نستطيع قسمة الإقليدية بس يعني ندرح الصالدة حسن ناقص واحد طيب الآن لنفعي ثلاثة جساً تقسنا ٣ ستقسن نحصل إلى ٣ فك tax Ethが対ored X حسن نحصل إلى ٣ حسن ناقص x نقص Xندران عقد ہونا نضرب X 0 0 0 0 0 0 1 نحصل على x. انا نضربط حلف 1. 1 في x هي x. 1 في ناقص واحد ينقص واحد. نضع الطرح. نضعنا 0. x ناقص x 0 ناقص واحد ناقص واحد. نحن يزائل واحدنا 0. بكل بساطة سنعود. x 3 ناقص واحد بx ناقص واحد عمل x 2 زائد x زائد واحد. يتساوي. النهاية. x يتقول لوحد. هنا. هنا X ناقص 1 أعمل X2 زائد X زائد 1 X ناقص 1 هذا من أهم الأسئلة التي يطرحون في التلاميذ لماذا يجب أن أكتب القسم الإقليدية؟ طبيعاً أكتبها لا يوجد مشكلة لكن الأحسن تكتبها واضح؟ نعمل X ناقص 1 مع X ناقص 1 هنا X ناقص 1 X ناقص 2 زائد X زائد 1 بكل بساطة ناقص 1 X ناقص 1 زائد 1 زائد 1 ثلاثة طبيعة الحال هي F دو 1 إذن الدالة F متصل واضحة واضح؟ كل الأمور واضحة ترجمة نانسي قنقص 1 0 0 0 0 0 0